السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله وكانت تساقطات الحمد لله طيبة في الشمال على وجه الخصوص تساقطات كثيرة وغزيرة لكن بالداخل كانت هناك غزخات مطارية وكانت طيبة حتى ان الارض سترى بانها لبست توبا اخضر غير ذاك الزخات المطارية خلالت الارض كانت قاحلة وينضفها ربيع خضر ولكن هذا المدعوتاني ابطأت الامطار والناس يقولوا احنا قدرنا المجهود ورمينا القمح ديانا والسنة الفلاحية والبهاي مع تشانا والناس اللي هم في الجنوب وفي الداخل ربيع علم بهم ايها الاحباب والكيرام شكولاتنا المطار احنا كنت نتاظر المشروع دي لتحلية مياه البحر كنت نتاظروا واحد مجموعة مشاريع تنموية للسقي ولكن احنا بغينا نطلب المطار من صاحب المطار دائما نطلب الطلب ليس من الخلق وانما من رب الخلق واذا اعطاك رب الحلق الخلق اعطاك فادهشك ما غيطلب منك لا ضمانة ما غيطلب منك لا لكذا ولا كذا كيطلب منك فقط اسجد واقترب اسجد واقترب فتعالوا ايها الاحباب والكيرام دعوا الله تعالى امطر علينا امطر الخير وانقولوا بما قاله الحق سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ربنا عز وجل امرنا بالاستغفار باش نزلنا المطار سهل جدا احنا غير مطالبين بدراسات استراتيجية او بواحد الانظمة معقدة باش نقلبوا على الماء دي الابار او نضربوا بصواريخ السحب وبطائرة النفتاء او ندينوا تحليط المياه البحر احنا مطالبين غاب الاستغفار غيرنا نستغفر الله تعالى فقط وغيروا المطار غيرت العدلة فقلتوا استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا هكذا كان يقول ربنا عز وجل استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم قوة الى قوتكم فتعالوا ايها الاحباب هذه الليلة الطيبة ليلة الجمعة في هذا الوقت المتأخر لعلو ساعة اجابة دعيم الله تعالى انقلوا اللهم يا رب العالمين يا الله يا الله يا الله يا ربي كنت وتكون حيا لا تموت تنام العجون وتنكذر النجوم وأنت يا ربنا حي قيوم لا تاخذك سنة ولا نوم اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا رب أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنزل علينا الغيط اللهم أنزل علينا الغيط اللهم أنزل علينا الغيط واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين اللهم يا رب العالمين إن بالبلاد والعباد من الشدة والضيق والضنك ما لا نشكوه إلا إليك اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم أنبت لنا الزرع اللهم أنبت لنا الزرع اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الزرع اللهم اسقنا من بركات السماء اللهم ارزقنا من بركات الأرض اللهم اكشف عنا البلاء لا يكشفه غيرك يا رب العالمين اللهم اسق عبادك وباهيمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا إننا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اسقنا سقيا نافع يا رب العالمين تزيد بها شكرنا وارزقنا رزق إيمان فإن عطاءك لم يكن محضورا يا رحمن الدنيا والآخرة اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا غيتا صيبة ومطرا طيبة واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك اللهم أنبت لنا به الزرع وأدر لنا به الضرع اللهم يا كريم يا سميع الدعاء ارفع عنا القحط والجفاف والجهد عنا وعن بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم يا ربي نسألك أن ترحم الشيوخ الركع وترحم البهائم الرتع وترحم الأطفال الرضع يا مولى المستضعفين يا غيات المستغيثين اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين وانصر الإسلام وهد المسلمين اللهم انصر الإسلام وهد المسلمين وارفع راية المسلمين في كل مكان خفاقة اللهم يا رب العالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك وإليك المصير ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين عجل لنا بالفرج اللهم عجل لنا بالفرج اللهم عجل لنا بالفرج يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم اللهم إن نسألك باسمك الرحمن وباسمك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تاخده سنة ولا نوم اللهم ارفع عن هذه الغمة اللهم ارفع عن هذه الغمة وارفع عن الأمة الإسلامية جمعا وارفع عن الأمة الإسلامية جمعا اللهم كلنا وليا ونصيرا يا دا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر والضمائر والخواطر اللهم إن نسألك دوام العافية ونسألك اللهم الغنى عن الناس ونسألك اللهم بوجهك الكريم وسلطانك العظيم أن ترزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا وترزقنا إخلاص نجد حلاوته في أعمالنا اللهم الطف بنا وإنك تعلم سرنا وعلانيتنا نسألك اللهم نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم يا رب وانصر الإسلام وهدي المسلمين اللهم انصر الإسلام وهدي المسلمين واجعل راية الإسلام خفاقة في كل مكان انصر يا رب أمة سيدنا محمد اللهم أعز أمر أمة سيدنا محمد اللهم أعز أمة الإسلامية إلى سابق رشدها اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان إنك سميع قريب مجيب اللهم اختم لنا بالحسن اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله واكتبنا مع من سبقت لهم منك الحسن الذين هم عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله